بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف السابع أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث من درس الشجاعة تعالوا بنا لنتعرف على أهداف درسنا اليوم أولا أن يذكر بعض المواقف من شجاعة السلف رضي الله عنهم ثانيا أن يعدد فوائد الشجاعة أعزائي الطلاب تعرفنا في الأجزاء السابقة من درسنا على مفهوم الشجاعة في اللغة وفي الاصطلاح وقلنا أن الشجاعة لغة هي الجرأة والإقدام وأن الشجاعة اصطلاحا هي ثبات القلب عند المخاوف والإقدام على أمر محمود ثم بينا الدليل على فضل الشجاعة وقلنا أن الله عز وجل بينا أن للشجاعة فضلا كبيرا وبينا أن الرسل هم أشجع الناس ولذلك مدحهم في كتابه قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ثم ذكرنا بعض المواقف التي تجلت فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها موقفه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حينما هددت قريش بقتله فقال لعمه والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته شجاعة منه صلى الله عليه وسلم في الثبات على الدعوة وعلى تبليغ الحق وكذلك أيضا من مواقفه صلى الله عليه وسلم التي تدل على الشجاعة حينما سمع أهل المدينة صوتا عظيما فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من ذهب إلى هذا الصوت ثم رجع يطمئنهم وقال لهم لم تراعوا لم تراعوا أي لا تخافوا لا تخافوا وذكرنا أيضا بعض المواقف الأخرى لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عددنا بعد ذلك صور الشجاعة وقلنا أن هناك صورا كثيرة للشجاعة منها الشجاعة في مجاهدة النفس بقمعها عن المعاصي والشهوات والحرص على الجد والنشاط والطاعات وعدم تضييع الأوقات فيما لا يفيد وكذلك من صور الشجاعة الشجاعة في القول وتكون بتقديم النصح والاعتذار عن الخطأ وقول الحق حتى ولو نالته عقوبة وكذلك من صور الشجاعة الشجاعة في مواجهة المصائب كالابتلاءات من فقد مال أو ولد أو صحة أو غيرها وكذلك من صور الشجاعة الشجاعة في الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر كرجال الشرطة ورجال الإطفاء وعمال المناجم وغيرهم وأخيرا بينا الفرق بين الشجاعة والتهور وقلنا أن الشجاعة هي الثبات عند المخاوف والإقدام على أمر محمود أما التهور فهو جرأة مع قلة مبالات ونظر في العاقبة على أمر لا قيمة له فالشجاعة خلق محمود والتهور خلق مذموم وحتى تكتمل الفائدة وحتى تترسخ الشجاعة في قلوبنا تعالوا بنا اليوم لنذكر بعض مواقف الشجاعة عند السلف الصالح رضي الله عنهم وكذلك نعدد فوائد الشجاعة تعالوا بنا لنتعرف على هذا وأكثر من خلال أهداف الدرس أولا مواقف من شجاعة السلف رضي الله عنهم نبدأ بشجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أشجع الأمة بعد رسول الله كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ذات يوم إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حينما رأى هذا الموقف وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فانظر إلى شجاعته رضي الله عنه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نذكر من شجاعة السلف شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر لقوته وشجاعته في الحق أعز الله عز وجل به الإسلام فيقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وكذلك يقول عبد الله بن مسعود أيضا ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحينما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه انظر إلى قوة عمر وشجاعته في الحق بمجرد أن أسلم صلى المسلمون عند الكعبة ولم يستطع أحد أن يعترض عليهم وكذلك هناك مواقف كثيرة من شجاعة نساء السلف رضي الله عنهم نذكر منها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الملقبة بذات النطاقين وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وزوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه ووالدة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين لدورها العظيم وشجاعتها في الهجرة النبوية الشريفة ما الذي فعلته أسماء في الهجرة النبوية رضي الله عنها شقت نطاقها وهو حزام من قماش تربطه المرأة على وسطها النطاق هو الحزام من القماش تربطه المرأة على وسطها فقد جاءت أسماء بهذا الحزام أو النطاق وشقته نصفين لماذا لكي تربط جزءا على وسطها على بطنها والنصف الآخر تحمل فيه الطعام والشراب وتنقله للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقله لوالدها في الجبال وفي الصحراء المحشة تحملت وحشة الليل والجبال والأماكن المحشة في نقل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها لأنها تعلم أنها في رعاية الله فهذا موقف عظيم من شجاعة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكذلك من شجاعة السلف أيضا موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر حينما خرج له شجاع من شجعان اليهود اسمه مرحب فتقاتل علي ومرحب حتى ضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله ثم كان فتح خيبر على يديه وكذلك موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة روي عنه أنه قال تقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف انظر إلى شجاعته في الحرب وفي البأس تقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة يمانية انظر استخدم عشرة سيوف في الحرب وهذا يدل على قوته وشجاعته رضي الله عنه عزيز الطالب في تدريبات الكتاب صفحة تسعة وثمانون أجب عن السؤال الآتي املأ الفراغات الآتية بكلمات صحيحة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم حتى أسلم من أحسنتم حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه السؤال التالي اذكر موقفا على كل مما يأتي شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ممتاز بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثانيا فوائد الشجاعة هناك فوائد كثيرة للشجاعة نذكر منها أولا الهمة العالية فالشجاع همته عالية توصله لأهدافه يصل بها إلى أهدافه وكذلك من فوائد الشجاعة الثبات فالشجاع يثبت في المواقف الصعبة ويثبت عند الشدائد ويتحمل الآلام لأن غايته عظيمة كبيرة وكذلك من فوائد الشجاعة الشهامة فالشجاع عزيز النفس يحرص على مساعدة غيره ويقف بجانب الآخرين في مصائبهم وشدائدهم إذن فوائد الشجاعة الهمة العالية والثبات والشهامة عزيز الطالب في الكتاب صفحة 90 أجب عن السؤال التالي أذكر فائدتين من فوائد الشجاعة أحسنت أولاً الهمة العالية وثانياً الثبات أعزائي الطلاب تعالوا بنا نلخص درسنا كاملاً من خلال نشاط أنظم تعلمي في الكتاب صفحة 88 ما هو مفهوم الشجاعة؟ أحسنتم الشجاعة هي ثبات القلب عند المخاوف والإقدام على أمر محمود ممتاز ما هو مفهوم التهور ضد الشجاعة؟ التهور هو جرأة مع قلة مبالات في العاقبة على أمر لا قيمة له ثلاثة من صور الشجاعة رائع من صور الشجاعة الشجاعة في مجاهدة النفس والشجاعة في القول وكذلك الشجاعة في مواجهة المصائب والآلام وأخيراً من فوائد الشجاعة رائع الهمة العالية والثبات والشهامة أعزائي الطلاب انتهى الجزء الثالث من درسنا مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته